هنا في وادي جردان ينتشر المئات من النحالين القادمين من مختلف مناطق محافظة شبوه وكذلك منحافظات المجاور فهذا الوادي من أشهر الأودية في شبوه لإنتاج عسل السدر الذي تخطط شهرة الحدود ومع بداية شهر سبتمبر من كل عام يتوافد النحالون إلى جردان استعدادا لإنتاج هذا النوع من العسل فوجود أشيار السدر المنتشرة بكثافة هنا من أهم العوامل التي تكذب النحالين طبعا جردان تتميز عن بقية المديريات لأنه لا يوجد فيها إلا العلب في هذه الموسم يعني شهر تسعة وعشرة إلى بداية 11 هذا الثمرة الموجودة الغالبة العلب لا يوجد سيسبان ولا يوجد أي أشيار أخرى يعني تخلط العسل ويؤثر على مذاقه وعلى طعمه لا شيء سوى رائحة عسل السدر تعم الأرجاء فحتى الأهالي هنا في جردان يهتموا بتربية النحل بالقرب من منازلهم وهذا الموسم أيضا هو الفرصة التي طالما انتظرها النحل ونضيلة العام وبدلوا قصارى جهدهم للحفاظ على خلايا النحل والوصول بها إلى المناطق الملائمة لإنتاج العسل ذي القودة العالية بعض الناس يفروجوا العسل فرز جيد يحصل على سعر منتاز بعضهم يهبش عملية خلط كامل ويدخل للسوق ويطعم الزبون العسل حقا ما يناسبه بس بعضهم يطلع عسل رائحة وذوق وهو العسل من صاحبه رغم كل الظروف والصعوبات التي يتعرض لها النحل في شبوة إلا أن مهنة إنتاج العسل تظل من أبرز المهن التي تتعرثها الأجيال منذ آمد بعيد فهذا السوق بمدينة أعتق مركز المحافظة يكتضوا هذه الأيام بالباعة والمشترين إذ يعد مركزا تجاريا لهذا النوع من العسل القادم من مختلف وديان محافظة شبوة حيث تصدر منه كميات كبيرة إلى خارج البلاد ومحافظات يمنية أخرى أكثر من خمسين عام بالنسبة للعسل مشهور التصدير أولا إلى محافظة حضر موت وإلى عدن وإلى المحافظات هذا الشيء الثاني بعدين بدأنا في التصدير إلى الدول مجلس التعاون بعدين بدأنا في التصدير إلى شرق آسية وهكذا بالنسبة للجودة حق العسل العسل الشبواني معروف إذن فالعسل ثروة لا تقل أهمية عن غيرها من ثروات البلاد التي ترفض الأقصاد الوطني إذا موقد النحل والاهتمام والرعاية الكافية من الجهات المعنية في الدولة إبراهيم حيدرة قناة بلقيس شبوة